قالت وكالة رويترز نقلا عن خفر السواحل اليابانين كوريا الشمالية اطلقت ما يشبه صاروخا باليستيا في الوقت الذي اكدت فيه كوريا الجنوبية اطلاق مقذوف مجهول الهوية هذا الاجراء العسكري لبيونج يانج يأتي كثاني اطلاق من نوعه في اقل من اسبوع بعد ايام من حثي زعيمي على احراز مزيد من التقدم العسكري تقوم كوريا الشمالية منذ سنوات بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية قد يصل مداها حتى الولايات المتحدة الامريكية كثفت كوريا الشمالية خلال الاشهر الاخيرة رسائلها باتجاه واشنطن وسول باجرائها عددا من التجارب الصاروخية شهر سبتمبر من العام الماضي قال جيش الكوري الجنوبي ان كوريا الشمالية اطلقت مقذوفا واحدا على الاقل لم تحدد نوعيته وذكرت هيئة الاركان المشتركة ان المقذوف اطلق في البحر الشرقي المعروف ايضا باسم بحر اليابان بعد اقل من شهر وفي احدث حلقة ضمن سلسلة تجاربها قال جيش الكوري الجنوبي انه رصد صاروخا باليستيا قصير المدى غير محدد يرجح انه صاروخ باليستي يطلق من غواصة اطلقته كوريا الشمالية شرق شبه جزيرة الكورية تتكرر التجارب الصاروخية ففي الخامس من يناير اطلقت بيونج يونج صاروخة يحمل رأسا حربيا زلاقية فرط صوتية اصب بدقة هدفا على بعد 700 كم وهو السلاح المتطور يمثل احدث تقدم تكنولوجي في ترسانة النظام بعد قل من اسبوع اعلن جيش الكوري الجنوبي ان كوريا الشمالية اطلقت باتجاه البحر مقذوفا غير محدد في ثاني تجربة صاروخية تجريها بيونج يونج في العام الجديد وذلك بعيد ساعات من اطلاق تحذير دولي